اليوم شركة أوبين إي آي أعلنت أنه جي بي تي فور بقى متاح دلوقتي الذي متابع شهات جي بي تي والذكاية الاصطناعي والتطور الفضيع الذي يعمله سيكون ملاحظ أنه هو قوي جدا بالموديل بتاع الجي بي تي ثري أو ثري بوينت فايف لكن دلوقتي مع الجي بي تي فور الوضع مختلف جدا أنت بتتكلم على موديل أقوى بكتير ويقدر يعمل حاجات الجي بي تي ثري ما بيعملهاش وهنشوف ده دلوقتي مع بعض وطبعا لو عايز تعرف كيف تستخدمه فهنتكلم عن ده في الفيديو بأكتر من طريقة وكيف تفعل كل الكلام ده فأتأكد أنك تتابع هذا الفيديو للنهاية أنا حسام الدين حسن وديه قناة إي برينيرز القناة التي ستساعدك تعرف كل شيء عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام وتحديدا الفيديو وكيف تستفيد منها في حياتك أول ما رأيت الخبر أول شيء روحت عملتها سألت مايكروسوفت بينج اللي هو الفيتشور بتاع الشات واللي ما يعرفش أنه مايكروسوفت بينج دلوقتي جواها الشات جي بي تي تستطر أنك تستخدمه سألته هل أنت شغال بالجي بي تي سري ولا فور فقال لي أنه هو شغال بالجي بي تي فور ولما سألت على السرش عادي خالص فألاقيت أنه هو بيقول لي ياس أكوردينج تو يعني خمس مصادر طبعا أغلب المصادر دي مش مصادر رسمية لمايكروسوفت وبالتالي ما أقدرش برضه أحكم بالنسبة 100 في المية أنه هو شغال ولو روحت كده على النيوز هلاقي برضه أن في بعض الحاجات اللي بتقول أنه شات جي بي تي موجود في أوبن اي اي مش موجود في بينج لكن أظن أنه هو مش بعيد قوي نحنا قريب نلاقيه برضه موجود في بينج فسواء كان موجود أو لا تعالوا كده نشوف أصلا إيه القدرات بتاعت الجي بي تي فور وإزاي أن إحنا نستخدمه طبعا اللي عنده أكاونت على شات جي بي تي من أوبن اي اي فهيظهر معه بالشكل ده وعندك تحت لبعض الدول على الأقل ظهر الابجريد تو بلس فلو أنت عملت ابجريد تو بلس هيكون عندك القدرة أنك تختار الموديل اللي تشتغل به جي بي تي سري سري بوينت فايف أو الفور لكن في روقات الحالي خلونا كده نشوف إيه المميزات بتاعته فلو روحت على أوبن اي اي دوت كوم سلاش برودكت سلاش جي بي تي فور هتقدر إنك تشوف المميزات بتاعته فتعالوا كده نعدي عليها مع بعض طبعا في فيديو هنا برضو المفروض ان الفيديو ده بيتكلم عن المميزات بتاعته بشكل مختصر فممكن تتفرج على الفيديو ده حاجة من الفروقات القوية جدا في شهر الابجريد تو بي تي فور هو انه الجي بي تي فور اتضرب على 100 تريليون ديتا يعني مجموعة بيانات كبيرة جدا وبالتالي ده بيدي له كدرات أفضل بكتير على عكس الجي بي تي ثري انه هو اتضرب على مية خمسة وسبعين مليار ديتا فطبعا اقل نسبيا فلو جي بي تي ثري قوي جدا فتخيل بقى جي بي تي فور هيبقى عمل ازاي فتعالوا كده بقى نبص على الموقع الرسمي بتاع الشاد جي بي تي ونشوف التفاصيل بتاع جي بي تي فور فتعالوا كده هنا بيورنيني اكتر من حاجة اولا الكرياتيفيتي بيقول لي مثلا الانبوت ده وده الاوتبوت بتاعه فالمفروض انه هو بيقول هنا الكرياتيفيتي او الابداع هيكون عالي بشكل كبير فتخيل مثلا هنا انه بيقول انا عايزك تحكيلي حاجة عن سندريلا وتكتب الكلمات بحيث انه كل كلمة يعني تكتب قصة صغيرة مثلا كل كلمة في القصة دي بتبدأ بحرف ابجدي والكلمة اللي بعدها الحرف اللي بعده يعني اول كلمة تبدأ بايه تاني كلمة تبدأ ببي اللي بعدها سي وهكذا فده حاجة قوية جدا ما عافش جي بي تي سري يقدر يعمل حاجة زي كده لا بس ممكن نجرب ده يعني ممكن ناخد نفس البرومت ونديه للجي بي تي سري هنا ونشوف كده هيعمل ايه نبص على بعد كده ودي بقى قوية جدا وهي الفيجول انبوت بمعنى انا ممكن ادي له صورة ماشي يعني هنا مسلا ادي له الصورة دي اللي هي فيها بيض وفيها حاجات تانية شخصية ده دي مسلا ما عافش الحاجات الغرة دي وبيقول له اعرف لي ايه المكو مكونات بتاعة الصورة دي فتعالوا كده نبص الاوضبط فبيقول لي والله في اكتر من حاجة وفي بعض الاحتماليات في بيقول فيه بان كيك او وافل معرفش فين البان كيك ده هنا فيه كريبس فيه فرينش توست فيه اوملت او فريد تاتا كويش مش عارفه كيك او كذا اه اوكي تمام هو تمام هنا السؤال مختلف عن ما انا فهمته وهو هنا مش بيقول ايه المكونات وبيقول ايه اللي ممكن اعمله بالمكونات دي يعني يعني هو مش بس تعرف على المكونات اللي موجودة في الصورة هنا لا هو تعرف على المكونات وبيقول لك ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها بالمكونات دي ممكن تعمل اه كيك ممكن تعمل كريب ممكن تعمل حاجات تانية كتير فالموضوع يعني قوي جدا وعلى حد علمي برضو انه يعني انت ممكن تدي له فيديو يعني انا كنت سألت شات جي بي تي قبل كده هل جي بي تي فور ممكن تدي له فيديو يعمل انالسيس ليه فهو قال لي ان ده هيكون من الامكانيات لكن انا مش شايف لحد دلوقتي ده هنا قد يكون ده حاجة تعمل في الوقت لأنه في الاخر الفيديو عبارة عن مجموعة صورة لبعض فممكن ده يتعمل في الوقت لكن هنشوف برضو الحاجة اللي بعدها هو انا ممكن اقدر ان انا ابص على معلومات اكتر وادي لك حاجة وفقا للمعلومات والجميل بقى هنا لكن انا مش يعني مش منباهر قوي ان انت ممكن تدي لشاتج بتي فور لينك وتبدأ تقول له مثلا سؤال تسأله سؤال معين وفقا للينك ده طبعا احنا بنتكلم على اللينك ده اكيد كبير جدا خلنا برضو نبص على هذا اللينك يعني فيه معلومات كبيرة قد ايه فهنا بتكلم عن مغنية معينة ولو نزلت هلاقي طبعا الله ما صلى على النبي البيج طويلة جدا بعيدا طبعا المصادر اللي تحت فالبيج مازالت كبيرة جدا فهنا هو بيقول ان هو يقدر يهندل اكتر من يعني 25000 كلمة وبالتالي تقدر تعمل كنت انت طويل تقدر تتواصل معاه لمدة اكبر ولفترة اطول فده برضو قوي جدا طبعا لو نزلت تحت هنا بيقول ان هو عنده القدرة ان هو يفهم بشكل افضل يعني لما تدي له حاجة فيها تعقيد شوية زي مثلا هنا فلان فاضي من الساعة كذا لكذا وفلان التاني مش عارف فاضي لساعة كذا وكذا يعني اللي هو حاجة فيها تفكير بشري عميق او كبير او خلينا اقول صعب شوية فهو عنده القدرة ان هو يفهم ده بشكل افضل وهنا بيقارن لي الشات جي بي تي اللي هو العادي شغال بالجي بي تي سريع عادي والجي بي تي فور هنا انه عنده القدرة ان هو يفهم الحاجة افضل ويطلع لك او تبط اكفر دقة طبعا هنا بقى دي حاجة جميلة جدا وهو انه شات جي بي تي سمعنا من فترة دخل اختبارات ويعني جاب مرتفعة فيها ولو رحت على الورقة الخاصة بالريسرش بتاعة الجي بي تي فور وخليونا نعمل سكرول كده لحد الاختبارات دي دي اختبارات معروفة يعني مثلا الساد بتاع الماثماتيك ده اختبار مشهور في الماثماتيك وفيه اختبار في البيولوجي وكده فهو هنا بيقول لك الشات جي بي تي اللي هو العادي مقارنة بالجي بي تي فور اداءه كان عامل ازاي فتعالوا كده نبص مثلا على الاختبار زي الابي كيمستري ده مثلا تمام الجي بي تي 3.5 عمل اداء 20 في المية تمام في حين انه الجي بي تي فور تقريبا في رينج الـ 75 و 70 في المية فاداءه افضل بشكل كبير جدا في المجمل هو اداءه افضل في بعض الاوقات هما يعني الجي بي تي 3.5 بيكون افضل شويه بس في المجمل زي ما احنا شايفين هو افضل في اغلب الاختبارات وهو بصي هنا على الجي بي تي فور مقارنة بالجي بي تي 3 والابي بتاع جوجل في اداءه مع اللغات فهنلاقي انه هو مثلا بالابي اللي هو بتاع جوجل اهو في اللغة الإنجليزية أداءه تقريباً 70% LGBT 3.5 في اللغة الإنجليزية 70% تعالوا أكد ننزل تحت ونشوف LGBT4 عامل إزاي هندور هنا على الإنجليزي أهو LGBT4 English 85% بالمناسبة برضو أنا ما عافش مقارنة بالعربي عاملها إزاي بس العربي هنا الأداء بيقول 85% تقريباً 80% هنا والتركي برضو 80% وباقي اللغات بتتراوح بقى من 60 ل 80 ف80% مع اللغة العربية ده كويس يعني لو إحنا أداءه كده مع لغة العربية أفضل فأنت مش محتاج الإنجليزي بتاعك يبقى قوي قوي علشان تقدر تتواصل معي وتاخد منه محتوى لكن هنجرب ده برضو ونشوف يعني هل فعلاً الكونتينت اللي بيطلع منه قوي كفاية ولا مازال محتاج تطويرات برضو حاجة هنا بيقولوا عليها أنه هم قاعدوا ستة شهور بيخلوا LGBT4 أكثر أماناً علشان ما تبقاش بتكلموا ويبقى عنصري مثلاً أو كده ومع ذلك هم في الليميتيشن قالوا ده أنه ممكن يطلع بعض الحاجات العنصرية منه لكن هم بدأوا يعملوا الليميتيشن عليه شوية بحيث أنه ما يطلع لكش حاجة تبقى يعني فيها عدم خطورة بينك وصيرهم تعالوا بقى نبص هنا كده على حاجات اتبنت بالجي بي تي فور أو بمساعدة الجي بي تي فور دولينجو واللي هو موقع مشهور جداً لتعلم اللغات بدأوا أن هم يخلوا يعني فيه AI يكون قوي بالجي بي تي فور لما تتواصل معي يساعدك في تحسين اللغة الإنجليزية أنا نفسي بصراحة أجربه وممكن نعمل فيديو عن ده في وقت من الوقات ممكن يبقى حاجة قوي جداً بي ماي ايز أظن ده يعني هو عبارة عن برنامج بيساعدك إنك مثلاً تصور حاجة معاينة يديك تفاصيل بتاعتها بشكل أفضل أو كده سترايب بتستخدم برضو الجي بي تي فور علشان يحسنوا اليوزر إكسبرينس بتاعة الشيك أوت ويبدأوا أن هم يتعرفوا على الحاجات التي فيها احتيال يعني يخلوها ما تحصلش ما عافش ده إزاي بس ممكن نشوف ده خاناكاديمي برضو بيجربوا الجي بي تي فور خاناكاديمي دي مؤسسة كبيرة يعني أي حد دخل الجامعة وبيدرس ماسيماتيكس أو كيمستري غالباً عد على فيديوهات من بتاعتهم مش بس كده كمان دي سكريبت بيستخدم الجي بي تي فور واللي ما عافش دي سكريبت هو واحد من برامج الاي اي للكونتنت كرييتور وقوي جداً ممكن نعمل فيديو عنه لو حابين بس بساطة الفكرة تخال انت ويعني وانت بتشرح انا بشرح الفيديو ده مسلاً دلوقتي وقلت كلمة غلط فالاي اي بيترجم كل الكلام ده واجي بعد كده لو انا قلت كلمة غلط امسحها اكني بامسحها عادي دلوقتي بقى ازاي انك تحصل على اكسس للجي بي تي فور زي ما قلنا لو لو فعلاً مايكروسوفت بنج شغال بالجي بي تي فور وانا بصراحة ما اظنش ده يعني انا لحد دلوقتي مش متأكد معلومة دي مئة في المية هحاول انا سيرش فيها اكتر فطبعاً انت عندك مايكروسوفت بنج فور فري مش محتاج اه رقم تليفون من بره ولا في بي انه ولا اي حاجة انت كل محتاج تعمله تدخل تعمل اكاونت مايكروسوفت ان ما كانش عندك بالفعل وتجوين الويتليست وتستنى لحد ما ايميل يجي لك ويقول لك والله يبقى متاح لك تستخدمه طيب البرامج اللي ا احنا كنا عملنا من شوية تقريباً نجاح يعني هو قدر يعمل ده عادي لكن مما ده بقى دقة المعلومة والكرياتيفيتي فيها اكيد جي بي تي فور افضل بس دي برضو حاجة انا ممكن نستهى قدام شوية احنا نجرب الجي بي تي فور والجي بي تي سري فازاي بقى ان انت تحصل على الجي بي تي فور او تستخدمه فعندك اوبين اي اي هتروح على الشاد دوت اوبين اي دوت كوم عادي خالص وانت محتاج علشان تقدر تستخدم الموديل انك تعمل اوبجريد للبلس واللي هي خط مدفوعة من اوبين اي 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 بتكون عشرين دولار في الشهر كل اللي انت محتاج تعمله بتعمل سبسكريبشن ليه البلان دي او الخطة دي وسعية هتقدر تختار الموديل انك تستخدمه للمطورين لو عايزين يستخدموا الجي بي تي فور للويب سايت بتاعهم يعملوا ابليكيشن ودي حاجة قوي جدا ممكن نتكلم معنا في وقت ملوقات ان شاء الله الفي ويت لست در الوقت يقدر انك تسجل عليها علشان يطلق يعني يطيحه لك انك تستخدم بتاع الجي بي تي فور عشان برضو ده ده ما يط الفيديو ده سريعا نتكلم فيه عن الخبر الجميل او الخبر السعيد ده وان شاء الله فيديو تاني هنتكلم فيه بالتفصيل عن جي بي تي فور ونستخدمه ونجرب كل المميزات بتاعته بس ملحوظة برضو انه مش كل المميزات اللي اتقال عليها هنا متاحة يعني هتديك مثال مسلا في فيديو بتاع اه او بي اي اي هم هنا كانوا عملين بيستعرضوا مميزات اه الجي بي تي فور فخلينا او ريك تست او تجربة كده لطيفة هم عملوها هو هنا كتب على ورقة كتب على الورقة دي هنا الكلام ده بخط يده اللي هو صعب اصلا يتقلي وبشكل مش يعني مش واضح قوي وادى الصورة دي الجي بي تي فور وقال له اعمل لي ويب سايت ماشي فخليناك هنشوف الاوتبوت كان عامل الثايت دي الويب سايت اللي طلعي تمام فتخيل ان انت يعني هو كتب لك الكود وانت الكود ده تقدر تعملي ويب سايت بمجرد ان انت تكتب شغبطة كده بايدك فاظن ان ده هيتيح قدرات وامكانيات معلوات قوية جدا فان شاء الله احنا هنا على القناة مهتمين بكل ما ليه علاقة بالذكائي الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام والواقع الافتراضي فلو انت مهتم بالتكنولوجيا دي وعايز دايما تكون مطلع عن التكنولوجيا دي وتعرف هل ممكن تستبدلك ولا لا وإيه الحاجة اللي انت تستخدمها فيها وزي تستفيد منها وتدي نفسك ميزة نفسية عن غيرك فاشتراك دوقتي في القناة وتابعنا اول باول وطبعا لو الفيديو ده عجبك ارجو انك تعمل لايك وتشيره مع اصحابك علشان هم كمان يستفيدوا منه واشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله شكرا